موسيقى 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 سعدتم أسان وهلا بكم لحلقة جديدة من القرار لكم يمثل اليوميا قبل ما رحب بضيفنا نتابع التقنية كلمات وصلتنا بحنجرة أنوار عبد الوهاب وأنغافها اختصرت ردود الأفعال على اتهامات وجهتها شخصيات رسمية بحكومة الأنبار المحلية استهدفت قيادات سياسية رجعت بمشاريع شعاراتها مواجهة الفساد ومنأ الحملات الوهمية بالسياسة والعمار بعنوان رمتني بعارها وحملتني كوارها لأن المعلومات اللي وصلتنا دقول إدارة محافظة الأنبار رفع الدعوة قضائية ضد القيادة البارز بالقوة السنية رافع العيساوي بتهم مختلفة أبرزها هو التحريض على القوات الأمنية والدعوة للعصيان المدني بأيام ساحات الاعتصام لكن الدعوة القضائية اللي سمعنا بيها من مصادر نقلتها وسائل إعلام مقربة من الجهة السياسية المحسوبة عليها إدارة الأنبار وما بها بيان رسمي صارت بعد حلقة سابقة من برنامج القرار لكم واللي تعتبر أول لقاء تلفزيوني لستيد العيساوي من تأريخ آخر ظهور قبل 8 سنوات يعني سالف بيها ألف حساب والدليل إدارة محافظة الأنبار تقول أبو محمد قصدنا بتصريحاته بس إذا رجعنا للمواقف اللي أطلقها الدكتور رافع العيساوي بالمؤتمر الثالث لتحالف الأنبار الموحد اللي انعقد المدينة الفلوجة قبل أقل من أسبوعين انسجل دعوات لمحاربة الفساد وإعلان صريح لمشروع سياسي أهداف الإصلاح وحتى بلقاء القرار لكم السيد العيساوي شخص مشاريع سياسية وحملات عمار وهمية استغلت الفراغ السياسي بمحافظة الأنبار وطرح تساؤلات يستغروا بها من مواقع للتواصل الاجتماعي متفقعة الثمن هاجمت رجعت للبلاد لما أستوثق فعلا أن أكو شغل ولا ما أكو شغل تبين أنه أكو شيء وهم حقيقة وهم سياسي أولا ووهم في قضية الإعمار أيضا خلينا أبدأ بوهم الإعمار وهم الإعمار يعني أنا قلت اشتغلنا 8 سنين وغيرنا اشتغل 8 سنين 10 سنين قل نتكلم عن الإعمار اللي صار في وقتنا أنا اشتغلت وزير صحة وكالة في حكومة السيد المالكي الأولى عندما انسحب تيار الصدري إضافة لأعمالي كناب رأس وزراء والثاني اشتغلت وزير ماليا بنى تحتية في المجال الصحي الخمس مستشفيات الأساسية القائمة وحديثة وهيت والفلوجة والقرمة الخمس مستشفيات من بنت في وقتنا الجامعة وكلية الطب ومجمع كلية الطب والمجمعات الإسكانية التابعة لها كلها نبنت في وقتنا من كان المحافظ؟ الطرق الحولية جايك عليها طريق راوى الحضر وطريق النخي برمادي نبنت في زمن أستاذ قاسم الفهداوي كان المحافظ قاسم الفهداوي في الإزاحة الجيلية اللي قالوا احنا مشروع وخدمات واستقرار وأمن هم تقريباً أكو 8 سنين 10 سنين صار الكل أنا تفاجأت أنه أنا عندي تقرير ديوان الرقابة المالية وعندي تقرير اليون دي بي أنه اليون دي بي منفذ 684 مشروع في المحافظة واطن يسأل 6 تريليون وين إذا 700 مشروع منفذ اليون دي بي يعني حرامي لس صير من السلطان لا تخاف لكن القصة يرادلها نفتح ملفات ساحات الاعتصام ونرجع بالزمن لنهاية العام 2012 حتى نسجل أول تجمع بالساحات بعد اعتقال حماية وزير المالية بوكتها رافع العيساوي ومن دخلنا بالعام 2013 الاعتصامات اتوسعت ومطالب إطلاق صراحة المعتقلين صار الشعارات تشمل الجميع وبشهر آذار من السنة نفسها السيد العيساوي حط الرحال بإقليم كردستان وغادر ساحات الاعتصام بعد تعثر الحلول والتفاهمات وحكومة رئيس الوزراء بأيامها الحاج نوري المالكي بس أكت جهات بالقوة الشيعية نظمت حملات لمساندة الاعتصامات ودعم المطالب من بينها أنبارنا الصامدة اللي أطلق زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم ولقد أطلقنا على هذه المبادرة اسم أنبارنا الصامدة لأنها أنبارنا نحن العراقيون وليست أنبار الغرباء إنها أنبار العراق وليست أنبار داعش والقاعدة هنا بعض الأطراف دخلت على الخط واستغلت منصات الاحتجاج لحرف المطالب والقصة صارت تهديدات بهتافات عنوانها قادمون يا بغداد وبعض خيام الاعتصام اتحولت لمعسكرات تدريب تجمع مسلحين عنوينهم مختلفة لكن الأمور خرجت عن السيطرة وتنظيم داعش وصل بشكل رسمي للمنصات بهتافات إحنا تنظيم اسمنا القاعدة وإحنا تنظيم اسمنا القاعدة ونزيدكم من الشعر بيت أكو قيادات سياسية منتمية للحزب السياسي اللي قودة إدارة محافظة الأنبار شاركت بقيادة منصات الاعتصام وكانت تسمع هتافات التنظيمات الإرهابية وتهز راسها بالتأييد بس من وصلنا شهر آيار من العام 2013 مدينة الرمادي وثقت محاولة اقتيال فاشلة استهدفت المحافظة بوقتها قاسم الفهداوي اللي كان يقود حملة للعمار والتنمية ويمهد الطريق لمفاوضات حكومية تمنع التصعيد وتقطع الطريق على المتصيدين لكن منها يتستنى نفسها القوات الأمنية اعتقلت النائب أحمد العلواني بعد مواجهة مسلحة ويقوة من جهاز مكافحة الإرهاب داهمة منزلة بمذكرة اعتقال أسبابها قيادة الاعتصامات والنتيجة مقتل شقيقة وعنصر بالقوة الأمنية بعد تنظيم داعش استغلت تصعيد بالخطاب والأرض الرخوة بساحات الاعتصام وهاجم الفلوجة وبعد معارك استمرت خمس أيام استولى على المدينة صحيح الاعتصامات بمدن الأنبار انتهت والخيم الرفعت لكن عمليات تنظيم داعش توسعت وبالعام 2015 فرض سيطرت الكاملة على مدينة الرمادي وعمليات النزوح عبرة المعقول والأصوات المروجة للقاعدة ودعوات الحروب من منصات الاعتصام اختفت والجهات اللي غادرت المشهد بعد تحريف المطالب رفعت راية التأييد لتحرير المناطق قبل لتستعيدها القوات الأمنية بالعام 2016 هاي عرفناها لكن مشروع القوة السنية الجديد شنو قصته لأن أهدافها بالتغيير ومواجهة الفاسدين يمكن تهدد بعض الأطراف وتقطع سلسلة أحلامهم يعني بالأيام الجاية جزء نسمع هوايا مفاجآت وخطابات تفسيرها تختصر أنوار عبد الوهاب هو الظلاني راح وخلاني حيكم الجديد ورحب بضيفي سيد قاسم الفهداوي محافظ الأنبار الأسبق مساء الخير عليك سيد قاسم ضيف عزيز بعد حلقة الدكتور رافع تهبت محافظة الأنبار حكومة منطع نبيان رسمي لكن أخبارهم الإعلامية اللي رفع دعوة قضائية ضد الدكتور رافع بدعوة تحريض رحنا نحش مرور عشر سنوات كأنه اللقاء التلفزيوني هو اللي ذكرهم بوجود رافع العيساوي هذا اللي خلينا اليوم دكتور أكو ضرورة لفتح الملفات القديمة أكو ضرورة لسرد الأحداث وسرد ما حدث بهذه المحافظات كيف دخل هذا التنظيم قبل التنظيم الساحات المطالب المفاوضات وصولا لمحاولة اغتيالكم وممعدها شنو اللي صار يعني بدي من البداية بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي إليك ولمشاهدي قناتكم الكريمة حقيقة للأسف الشديد وصل بنا الحال أنه درجة الكذب طفحت بحيث أصبحت أكاديمية عليا للكذب بالأمور ودرجة الفساد طفحت بحيث أصبحت أكاديمية عليا لتعليم الفساد ودرجة الدجل وصلت إلى درجة الأستاذية في الدجل أنه تنقل بالأمور وخصوصا فيما يخص الساحات أنت تحرفين حضرتيش أنا كنت محافظ ومعايش هذا الموضوع وعن قرب وأكثر واحد تأثر وأثر في هذه الأحداث أولا أنا شاهدت بالأعصامات غير مجروحة لأنني لم أشارك بيها ولم أكن مقتنع بيها لسبب لأنني كنت أخاف أن تقول إلى ما آلت إليه كنت أحذر أن الوضع في محافظة الأنبار بسبب ما تعرضت له من محاولات اغتيال المحاولة الأخيرة التي تقريرك أشارها هي المحاولة السادسة وهذه المحاولة أجت على أثر تهديد ظهر في الساحة تهديد قال استهدفوا محافظة الأنبار يجب واحد قال وطلع مرة بقناتكم شفتها قبل فترة قال ابدوا بالخونة في المحافظة وهم المحافظ ويمكن مدير الشرطة ذكرها وبعد كم يوم طق علي انتحاري في مدخل المحافظة هاي الأولى هاي الأخيرة هاي الأخيرة آخر واحدة ختموا بيها وسادس واحدة بعد التحقيق بلغون الشرطة قالوا الشخص اللي نقل الانتحار وطق عليك هاي بعد كم يوم اعترف على القصة مالتك اعترف على من؟ قالوا اعترف على فلان قلت لهم راح اجيكم وراحت عليهم من وفلان؟ جايش بالحديث طب منتك فراحت عليهم جابولي يا شخص مجدود عيونه ويدا مربوطة شنو هذا قصته؟ قالوا هذا هو اللي نقل الانتحاري الصبح قبل لا يطوق عليك الانتحاري شنو جنسيته؟ انتحاري من منطقة منطقة شمال بغداد يعني عراقي عراقي نعم بس بوقت هاي طاقي بجنبني هو كان بسيارة انتظرني من دخلت حرك سيارته وانفجرت السيارة واني داخل السيارة والجمجة ما مالته تسقط بالجامل اللي جنبي بس حمتني السيارة المصفحة طبعا السيارة المصفحة صارت بلا تايرات بلا جام مسافة الى ان تستطع سائق الوقوف فاتني انو استحضر من حضرتك الصور عجيبا عامل عرضان هي فبعد فترة قلت لش المحققين كانت عندنا لجنة تحقيقية لجنة مميزة الحقيقة على مستوى العراق استطاعوا يوصلون للي وصل الانتحار للمكان فرحت انا احتيتهيا وبقتها كان اكو شك انو مدير الشرطة عنده عداوات ويا فلان يعني انا متشت مقتنع بيها بس كانت تطرق انه مدير الشرطة ممهني ومصادق ويستهدف فلان فقلت ربا ما هي لان موضوع كبير بقضية حتى عشارية وثار وكل شي ممكن يصير به فقلت له متركوني وحدي ويا هذا الشخص تركوني وحدي وراء ما قلت له افتح ايدي افتح عيونه حتى قالوا لي خاف يعني احنا نخاف عليه قلت له ما كم مشكلة شي سوي لي فبقى انطعت اججارة هديت اشوية قلت له انت احشيه للصحيح خاف احضغط عليك خافت خاف ينضغط عليك راح انطيك تليفون هذا التليفون مسموح لك بي تخابر بس ويايه فقط اذا احد اذاك احشيه للصحيح وش رحك للأسباب قال لي والله كل اللي احشيته هو الصحيح انا رحت بيته بيت فلان الانتحاري رحت جبته قبل يوم والمحاولة كانت قبل يوم قال بذاك اليوم هو هذا الشخص اللي جايبه عنده محل مع التصليح اطارات مقابل للحادث يعني عبر الشارع فقال جبته ووقف ينتظرك انت ما جيت ذاك اليوم ما فتت منا انا ماتش انت اذكر وين رايح قال فرجعت البيت فلان وبات يمه وثاني يوم رحنا من الصبح لبسنا الحزام والسيارة فخخناها السيارة فخخها باقي يمه يوم هذا الولد المصلح قال وجبناه ثاني يوم وانتظرك انت جيت وطاق عليك وراها قلت لهم طيب خلاص من هو هذا هذا كان اخر يوم ازرا حجيج بالكلام كان اخر ايامنا بالمحافظة كان عدنا برنامج بقناة الانبار ليطلع المجرمين والاعترافات فأجي المدير الشرطة قلت له طلعه طلعه باللي اسمه كما هو الاعتراف طلعه كما هو قبل ثلاث يام من مغادرتنا المحافظة دزا واحد على قناة الانبار اكو كيبل يربط بين البث كيبل ضوي قاصم من شار ورابط القفيص براجعة مثل ما تعم بحيث بقائنا ثلاث يام ما نقدر نبث بقناة الانبار وما يعرفون السبب عبارنا من القمر والشخص اللي قص الكيبل نعرفه فلان الآن الآن من المقدرين من ذاك الوقت من طلعنا الهز يعني الى دور تشريع او تنفيذي لو ما الا حاليا لا ما الا يعني بس موظف بالحكومة المحلية فهذا الكلام وغيره 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 اكو الحقيقة اشياء احنا اللي كانوا بالاعتصام هم صنفين اللي كانوا واقفين بساحات الاعتصام الصنف كان مقتنع انه هذه التظاهرات والاعتصامات هي مطالب ناس واني معاهم انا شخصيا كنت معاهم انه التظاهر هو سمة الشعوب او الفعالة الشعب اللي ما يتظاهر على حقوق اعتبر خامل واني ما ارضى اهل محافظة لمباري يكونوا خاملين فكنت معا هذا الفريق هذولا منهم دكتور رافع اللي يعتقدون انه واكو حقوق يجب ان تستعاد واكو طرف اخر لا كان متطرف ويريد يخرب الدنيا ويريد لازم يسوي حرب اهلية مع بغداد وسقط حكومة بغداد واحلام كثيرة الها اول ما الها اخر الآن اللي فيه تحالف الانبار لا يوجد احد منهم من هذول الطرف الثاني اللي كان ريدي يسقط كل اللي موجودين كانوا اصحاب مطالب مثل حال محال الناس انا اقدر اعاكد لك واني قايل قبل والآن ومستقبلا 95% واكثر من الذين حضروا في الساحات هم مواطنين شرفاء يطالبون بحقوق اكو 5% او اقل يعني اقول 5% يمكن ابالغ كثيرا هم اما خونة تم شراءهم من دول اجنبية او متطرفين ودمغتهم مقصولة اقل من ربع واحد بالمية هم ارهابيين دخل للساحات من الباب الخلفي وسهلو لهم بعض ناس ومولوهم وآووهم وحرفوا المظاهرات وجابونا العار بالحقيقة جابونا العار يعني صارت الساحات عار علينا بينما هي موهج الساحات كانت خلينا نشخص نعم سيد قاسم خلينا نشخص ونسمي الاشياء أبو سميته أرجى للفيديو المصور لمن عرض على قناة الأنبار اللي هو المفروض لحد الآن يكون موجود بإرشيف قناة الأنبار الفيديو أعتقد عرض على قناة العراقية في وقته قالي نحن نسمعين عن ما عرضوا مسبقا إذا حاول أحصله وأبعث لتياه وتشوفين الاعتراف كما هو من لسان الشخص طيب نرجع للساحات فهذا أنا الحقيقة أريد أن أركز على نقطة أنا كان رأيي بالفترة الماضية قبل لا أصير هاي الهجمة أنه نسكت على هذه الحقبة وننساها أحسن أحسن للكل لأن مهما يكونون ذول الخوانة والكذابين والدجالين هم من الأنبار بالأخير مهما كانوا اثنين ثلاثة أربعة بس هم معروفين ولكن بما أنهم بدأوا الهجمة علينا كانوا يقولون اللي واقفين على المنصة بالفلوجة هم نفسهم أصحاب المنصة القديمة لا مو نفسهم أنا على الأقل أنا اللي كانت موجود مو نفسهم أنتوا اللي كانت واقفين على المنصة أما بالصف الأول أو بالصف الثاني اللي بالصف الأول والصف الثاني مالتكم والصور موجودة فلا تتجاوزون بحدودكم ومع هذا أنا أطلب من دولة رئيس الوزراء أن يشكل لجنة تحقيقية مهنية تحقق وتفتح هذا الملف لكي تحط لأنني كنت أصور الموضوع رح ينسي ولكن مادام بدأ التحريف وإحنا بعدنا بالحياة فكيف رح يكون التحريف بعد خمسين سنة رح تزور الأمور ويطلع الخوش هدمي مجرم والمجرم خوش هدمي ولهذا مطلوب توثيق هذه الحالة بشكل صحيح على الأقل أطلب من لجنة تحقيقية تبدأ معايا عندي الكنز المضموم نعم تبدأ معايا تحقق وتحقق من الذي قطع الكيبر والقناة وتحقق من الذي قاوى الدواعش في حينها وين شان بايت الانتحاري اللي طق علي بيتمن ومن اللي شاف وسلم علي بالليل والصبح ومن اللي الصبح قال الله معاك وسلمنا على النبي ومن اللي راح للرطبة وشاف الارهابيين وإلي يجا قال لي قال الموضوع كبير كبير جدا وانت ما يصير تقاوم واترك هذا الموضوع وقلت له عيب عليك يعني موظف دولة لا أستطيع أن أتكلم معها خلي حقق بذني هزا اللعنة حجية تحقق بذني وغيرهن وأكو سلسلة من المعلومات ومن الذي كان يصرح بالساحات روح واذبحوا المحافظ واذبحت يعني مو قبس قال كلام تهديد قال كلام تهديد طلقه بالتلفزيون وبعد كم يوم طلق عليه انتحاري طبعا الانتحاريين بالمناسبة كانوا أغبياء يجون بفلوس وبالاتفاق يجون عليهم يتفقون يشترونه كانوا الانتحاري اعترافات كانت عندنا واللي كانوا يحققون في اللجنة التحقيقية بعدهم بالدولة الآن موجود شخص في وزارة الداخلية بالاستخبارات هو كان رئيس الجنة التحقيقية وعنده كل الأوليان والنقطة الأخرى اللي يريد أقولها أيضا الشهود الآخرين اللي كانوا على الموضوع هم موظفين أبو الأمن الوطني يعرف من اللي كان يبعث الفلوس من اللي كان يبعث التمويل إلى الساحة واحد من خطوط التمويل اكتشفناه كان تجي دولارات من قطر إلى دبي إلى عمان إلى الأنبار إلى الساحة ويستلمها فلان ويبوق منها نص ويصرف نص وكانت القضية واضحة وتقارير كانت تجي يعني هسا سيد القاسم أنت لا تأكد أنه أكو تمويل قطري خليجي كان يوصل للساحات من أجل إشعال فتنة الإرهاب مسكناه مسكناه باليد مو أقول هذا مسكناه واللي كتب التقرير للأمن الكتب لي والعاصل راح للأمن الوطني لنسخة العصلية يعني كانت نسخة بل لا تجيلي هو كان يوميا يجيب لي تقرير يوميا من قصيرفة بالأنبار كانت وصلها فلوس وتروح للساحة دائرك واسمي ليستلم واسمي ليصرف وليستلم شقد يأخذ وشقد يسلم للساحة بلنسبة للساحات بالنسبة للزعامات اللي كانت تقف على المنصات وتأيد المطالب اللي منهم الدكتور رافع اللي هو اليوم متهم أمام الشارع بالنسبة للحكومة حكومة المحلية أقصد وبالنسبة لسياسية الصنة طيب أنا طالب عن نفسي هو التهمونة كل اللي وقفنا على المنصة بالفلوجة تهمون ما لك صورة أنت عنك صورة بالساحة ما لتمن أنت ما للأنبار القديمة شو ما عندي عندك صورة عايشها أول بول بس أنا لم أصل إلى الساحة بالرمادي لم أصل أبد ولا مرة أنا بالنسبة لي هل تسألت قلت لك عندك صورة على المنصات لا عبالي تقصدين شفت صورة لا لا أنت إلك صورة على المنصات ما وصلتها أنا أنا ما وصلتها نهاية أنت بذيك الفترة كنت ذهب باتجاه طريق حولي وبناء وعمار المحافظة وجهت جبهت بالتظاهرات ما تحدثت مع الزعامات اللي منهم الدكتور رافئ أنه إحنا هسنا نعمر محافظتنا أنه تخصيصات عالية هذا مو وقت ممكن عندنا وقت آخر أو بطريقة أخرى مناسبة نستعد بها حقوقنا حجيت أطلع مو بس حجيت حجيت لما عجزت قلت لهم إذا طلعت واستمرت الساحرة ستفوت الإرهابيين كانت تجيني معلومات أنا كنت محافظ كان بالذات مدير الأمن الوطني بالأنبار والجهزة الأمنية كلها الاستخبارات والشرطة يجيبوني تقارير يقولوني دخلت القاعدة كانت بباكتها ما كانت مسمى داعش يقولوني دخلوا أكل خيمة رقم كذا باسم حشيرة فلانجي أكل ثلاث خيم أقول ليش معلومة ثلاث خيم كان مسموح أحد يطبيه حتى للقيادات اللي موجودة بالمنصة ما يقدرون يفوتون ديش كانت بيد الارهابيين بيد الدوعش هاي من البداية لا مو من البداية بعد أربعة شهر بعد مغادرة الزعامات يعني بعد أربع شهر من بداية الاعتصامات بدأت تغلغل الإرهابي لغاية ثلاثة أسابيع من بداية الاعتصامات من الشخص أو من الشيوخ اللي سمحوا بتغلغل الإرهاب بهذه الخيم أكو ثلاثة شيوخ وأربع شخصيات سبعة ما نسمي أيضا؟ هذول لا ما رح أقدر أسمي اليوم أحرفهم ولكن ممكن أن أسميهم إذا ما سكتوا أنا أهددهم الآن تهديد رسمي إذا حتشوا النوم أنصحهم نصيحة لوجه الله استروا على هذا الموضوع وطموه لأنمون مصلحتكم أنتوا مدانين به إذا ما سكتوا عفتوني إذا نشتغل بشكل طبيعي وبشكل سياسي أنا رح أسمي رح أسمي بالأسماء بدون مستحان أو أطلب تحقيق ومع ذلك أطلب تحقيق وليش ما قدموا للقضاء وليش ما حوسبوا أنت ده تحكي عن شهداء وده تحكي عن مغيبين وده تحكي عن نازحين وده تحكي عن هدم وده تحكي عن كثير من المصائب اللي صابت هذه البحثة أخطعت الدولة كثيرا عندما لحد الآن الدولة تقدم ناس زعماء زعماء تقدمهم وهم كانوا راس البلع ليه هسه ولهذا أنا أطلب تحقيق مهني نظيف محترف يطلع الحق يجي يحقق بالأمبار حتى يطلع الإخياس اللي هم بدي يسعرفون عليه ليش المحافظة هسه تذكر يشتكى على رافع العساوي رافع العساوي رافع العساوي صالت ثلاث سنوات يروح ويجي للفلوجة بس ما ظهر إعلاميا ما أضع أي تحرك إعلاميا لأن رافع العساوي قال أكو فساد لازم يسكت ليه هسه هاي هيش القصة هسه عملية فبركة المصيبة هسه الكبرى اللي موجودة احنا علمونا قبل بالإدارة قالوا إذا تريد تحطم منظومة إدارية حاربها بنقطة قوتها يعني شلون يعني إذاريد أحارب منظومة إدارية مثلا إدارية ناجحة أقول فاشلة منظومة إدارية نزيها أقول عليها فاسدة منظومة إدارية وطنية وموعدها إرهاب أقول إرهابية فشلون أقول هسه قاعد يسوون قاعد يصير فبركة هسه كون فبركة هسه يسوش ذكرهم ليش هسنذكروا ليش منطلع الدكتور رافع وشخص الأخطاء بالمحافظة وقال لأعمار صار بوقتي ووقت قاسم الفهداوي يعني أناس ماكوا أعمار بهذا الوقت يعني صحيح وأنا بس أعرف لشي الأعمار الأعمار اللي اللي إحنا أنا أفتهمه أنا اللي أفتهمه أفتهمه صحيح ممثلهم كلوات الأعمار اللي أفتهمه اللي يحقق عدة عناصر منها نقلة بحياة المجتمع لازم يعني من نسوي مشروع مو بس نسوي مشروع أولا يقدم خدم مثلا شارع تمشي علي الناس لازم وياها يسوي قفزة اقتصادية بالمنطقة النقطة الثالثة يسوي يحرف التوجه العمراني ويكون مبني على رؤية رؤية مسبقة يعني مخطط مرتب وإحنا من بدينا بالعامل هكذا جاءنا واحدا منهيكي دلالنا الدرو سوانا خرطة الطريق سوانا خطط سوانا شفافية بالعمل سوانا سوانا بحيط لع نتائج الآن لا يوجد مشروع واحد يعني مرة يمكن بلقاء وياها أو يا غيريك قلت أتحداهم إذا هم منفذين 10% مما نفذنا 10% ما وصلوا 10% بس بالأرقام يكون يعني من نقول 10% من يجي مو يقول والله داعش حطمت المشاريع 100% ماكو 100% طريق منحطه وبيعبوه وفجروا وقعدوا الطريق ووقفوه هذا 100% ما يطلع واحد بالمية الجسر ما يطلع 5% من تفجروا ببي واحد يعني فليهذا أسأل عمار أنا أشهد أشهد لله العمار سووه بسرعة وجزائهم الله خير عليه وإلهم عملية العمار بس عملية العمار لا تقارن بعملية البناء الأصلية يعني لو قايلين احنا الناس اللي قبرنا أسأاني مثلا من يذكر الله يرحم مامون العلواني اللي قبل المحافظة ما أصلا ما أذكرتها يوم بسوء أبدا بس هذا مرض عندهم مرض أنه لازم لكل فاشلة بس هم مغوش وهذا دائما من يطرح الشكل انتو السبب الفارغ انتو السبب الفارغ السبب هو الشخص من هو اللي يقول هذا الشكل انتو السبب انتو السبب انتو اللي خليتو جيلي يتقدم وانسحبتو تركتو الساحة فارغة احنا سر انسحابكم شنو يعني أذكر حضرتك كنت وزير الكهرباء لكن ما كنت متمسك بمحافظتك ما كنت حابتبعد واني سألتك مرأ قلت لك لو خيروك بين وزارك قلت له خيروني بين الجنة والأنبار على ما أذكر قلت أختار الأنبار صحيح ليش تركت الساحة ليش تركت المساحة يعني بكتها بكتها شوف هاي الجملة من شنس محافظ شنس أريد أستمر محافظ لسبب رئيسي وهو لو كنت أنا باقي محافظ ما تفوت داعش على الإطلاق أبداً ما تفوت داعش بالأمبار وهما كانوا عارفين من هما؟ الفريق المعادي الآخر الفريق اللي كان بالساحة معادي إلي والآن معادي إلي احنا ليش طعب نسميهم نصهم هاربين ترى بين الدول متوزعين ما موجودين اللي كانوا بالساحة صنفين اللي بصدرين الطرف الآخر خلنقول الخاين المتفق ويددول اللي باعنا الصنف احترم نفسه وطلع خارج البلد وقال هاي هي وهذا أنا احترمه احنا كانت عنده وجهة نظر وماذا برع بس أنا يسيئني اللي كان هو يروج للإرهاب ويروج لداعش ويروج للقاعدة واللي وقف بصف الثاني ويدعم وهس يقول احنا كنا ساحات الاعتصام وساحات البنية تتشنت بيها كان اكو نقل مباشر يومي ديسكوت وش في نشرك كان اكو نقل مباشر يومي بكل القنوات فما ما حد يقدر يغيب بوحة الساحات يقول اني ما كنت موجود اللي كان حاضر حاضر اللي ما كان حاضر واضح انه لم يثبت حضوها اللي ما كان حاضر بس ثاني ماكو ثاني زين ها قد قول شيها بالعدلة زين انتم بتشملون هسا تقولوا اللي واقفين عدا فلان هسا لو عملو وهيش قايلين شوية بس شوية ذر الرماد بالعيون يعني اكو اعلام غبي بصراحة اعلام ما الناس مهيفة ناس لطلط احنا نقول عليها بعد قاعدين ورا الكيبورد ويكتبون وذولا مهوسين الطريقة بحيث تستفز المقابل استفزونها سعني شنا زاكتين بس استفزونها استفزونها بعدتنا واحدة بس ما استفزك لدرجة انه لازم تسمي سيد قاسم ولازم تقول كل شي فلان كان مسؤول وفلان اللي ساعد بإدخال التنظيم وفلان اللي راح معا شاكر وهيب وفلان اللي ساهم بإدخال هذا التنظيم للمرة الثانية اطلب تحقيق معانا كنا تحقيق رسمي حتى ياخذ مجراء ويا القضاء يطلع كل واحد منه شلون سقطت الفلوجة وليش شلون سقطت الرمادي ومنه أن تسلاح للدواعش الدواعش من آني كده موجود ده أقولش بعلومة أنا من كنت موجودة الدواعش مشان عقم السلاح وانشانت عندي معلومات يشكون من قلة السلاح كل عشرة بندقية كانوا بالبداية بالبداية جابوها تقدموا على مراكز شرطة بالأطراف حطوا أسلحة بهاي مراكز الشرطة وزحبوا من عدها وجم داعش أخذوها سلموهم يا تسليم ناس أخذت السلاح كان يجتمع مع داعش بوادي حوران مثل ما يروجون الآن أبدا مو صع أقول لشي أنا ببقتها بول آن هسن آن دكتور رافع معانا بس ببقتها من كان رافع مخالف وياي كنت مختلف وياه من سؤلت من زمان أنه دكتور رافع الدعاوي اللي موجودة علي بالإرهاب صحيح لو مصحي قلت مصحيح وكنت مختلف وياه من اللي كان يجتمع بوادي حوران العدوية التنظيم القاعدة أكثنيا ويعرفون نفسهم سياسيين وشيوخ عشائر متصدين جابوهم من موادي حوران إلى منطقة بالأطراف مال الأنبار ودخلوهم للرماد التحقيق راح يكشفه هسه إحنا شكوك لحد اللي بوادي حوران ما كانوا عراقيين اللي بوادي حوران عراقيين وغالف لا الأغلبية عراقيين بكل أخوان بكل المراحل لداعش من هم اللي ساهم بإدخال الجنسيات المختلفة بالبداية هاي هم من تنظيم داعش هلأ حبل تنظيم داعش أن يحكي عن بعض الشيوخ أو بعض السياسيين ما عندي معلومة ما عندك معلومة أنا ما عندي معلومة بس أعرف أن داعش غالبيتها عراقيين وبيها نسبة قليلة والجانب دخلوا بعد دخول داعش مو بالبداية إنهم كانوا قائدة إليهم أصلا قاعدة أصلا أنا طلعت من محافظة وماكوا داعش لا كانت تسمير لأصلا بعدية بس كاننا نعرف قاعدة وفهموا بالبداية ثوار عشار لا ثوار العشار سيطرة صارت الثوار عشار بس هي حقيقة مو ثوار عشار كنا نعرف الأمن الوطني يعرف والاستخبارات تعرف والمخابرات تعرف أن هذا أكو بعض الشيوخ اللي دخلوا للمراكز وسيطروا اليوم موطي راسهم كلش الحكومة الحالية المحلية إيهاي المصيبة ليش ما دا يطلعون ويتحدثون باللي صار ليش يتهموكم طبعا صار عمل على إضعاف المجتمع بالأمبار للأسف الموجودين الآن المتصدرين للمشهد حملوا على إضعاف المجتمع وليس تقويته على عكس ما كنت أسوياني أنا كنت أرفع بالمجتمع وليس أضعافه فلهذا صار المجتمع ينشر مو كله طبعا إذا عمم يصير ظلم ولكن نسبة غير قليلة من المجتمع أصبعت ضعيفة وهشة ويستطيعون يتحفقون بها إضافة إلى التهجير التهجير أيضا أضعف نفوس الناس هي شم المظلومية كانت موجودة الحقيقية اللي طلعوا من أجلها رافع وآخرين أولا تصرفات أجهزة الدولة وخصوصا في بغداء أثنيا أكو أكو شد إعلامي شد إعلامي من المتطرفين المتطرفين طبعا سنة وليس وسيعة السنة يتحفون بطريقة متطرفة والشيعة يتحفون بطريقة متطرفة ويوم حصلت مشادات ويايا حتى على هذا الموضوع لأننا هي سبب الانطلاق لهذه التظاهرات هي اعتقال حمايات رافع العساوي؟ لا حمايات شرارة شرارة نعم صارت شرارة لوضع محتقن سابق اللي مسؤولين عنه وأججه هم ناس متطرفين من الجهتين إضافة إلى أجندات دولية كانت موجودة كان دفع دفع حتى الوياء كان يصير دفع أنه لازم يصير كذا ولازم يصير كذا كان الهدف منه إسقاط النظام لو كان الهدف منه أقلمة هذه المحافظات لو كان الهدف منه فعليا إدخال هذا التنظيم إسقاط النظام وإلا وإن لم يكن فأقلمة المحافظ من الذي جاء بداعش؟ الذي جاء بداعش كتلك مجموعة حوامل أولها إرادة دولية لا أنا ما تحدث عن الأرض الخصبة اللي قلقوها أنا تحدث من الذي جاء بهم منه لخلهم ودي حوران ومنه اللي دربوا ومنه منه بعدين أنت قلت وسعوا بالسلاحة من المراكز لكن من الأساس شون بنوا بنياتهم الأساسية؟ من الأساس هم عندهم فكر قبل داعش كانت أكل قاعدة كان أكل قاعدة وكان أكل قسم من العشيبتي مثلا كان أكل فلان ما ديش اسمه الصنعة هذا كان آمر الوحد من الفصائل ما ديش اسمه للقاعدة بالأنبار يعني مو حقيقة مثل ما قال بعض السياسي السنة أنه سيد المالكي هو من جاء بداعش ومن أدخله هذا الحديث اللي كنا نسمع طيلة السنوات السابقة لا ما مهيج الموضوع الموضوع داعش فكر متطرف موجود بالمحفظات ولد من القاعدة والقاعدة ولدت من غيرها يعني أكو فكر متطرف سني موجود وأكو فكر متطرف شيعي هذني الأفكار ولدت مجاميع كبرت وبدت مو بس بالعلاقة بدت بأفغانستان وكل مكان فصار هذا المنظومة منظومة عالمية ولكن أكو دول تدعمها أكو دول تساعدها تنطيها مساعدات مالية تنطيها زي في كل مكان ووحدة منها العراق دوقعت براسل إذن قد بنسبة من الشيوخ الأنبار يتعاونوا مع هذا التنظيم بحقيقة قليل جدا يعني أحنا عدنا 18 شيخ أصليين اللي يتعاونوا حلوة ما الأصليين سيد قاسم أي مواطن صحيح الأصليين مو المستحدثين مو المستحدثين من الـ 18 أكو اثنين فقط فقط اثنين فقط اثنين اتعاونوا وتعاملوا الباقين طلعوا طلعوا خارج المحافظة ورحوا الأربيل والعمان غادروا ومكان ونفس شوكت سحبة القيادات اللي نتحدث عنها وليل يتهمون اليوم بأنهم قادوا هذا التنظيم بإدخاله كقاعدة أو كتسمي داعش رافع والآخرين شوكت غادروا الساحات عند دخول التنظيم وسيطرت على بعض الخيم لو قبلها لا قبل قبل ما هي للتاريخ سنتذكر سيد لا قبل انسحبه هو من يعني طبعا أكو فرق بين واحد وواحد بالنسبة لدكتور رافع هو كان عنده مشكلة ويالحكومة والساحات موجودة وكان ساكن بالأنبار وبعد ذلك راد يطلع خارج الأنبار هو راد يغادر من زمان وطلب مني أنا طلب من عندي أنا ساعد وعاملية إخراجي طلب منك من الحكومة؟ من شخص ثاني قال لي كنت على خلاف ويا كنت مختلف ويا هاي طريفة طبعا يجي قال لي دكتور رافع عنده مشكلة بعيونه ويريد يروح للطبيبة بعمان فريدك تساعده وهو أنت من صابت بالنص وهي حقيقة من صابت بالانتحار بالألفين وتسعة بالألفين وعشرة هو وقف عليك بالمطار ويالأمريكان وكذا ووداك للمستشفى فاي واحدة وباحدة قلت لها ساحرة رغماني مختلف ساعدت على وصولي للأردن لا رضت عليه قلت لها ساحرة مايخار أنا أوصل للحدود لأن الحكومة موية كانوا يجدون يعتقلوه قلت لها أوصل بسياراتي للحدود للحدود العراقية وعبر الحدود العراقية ويروح للأردن كان جزاك الله خير وأنا متوقعها من عندك ورا يوم مواحد من الاتفاق صارت فرصة أن يروح الأربيل طلع الأربيل قدر هو يغادر الأربيل وراح قدر يغادر هذا بالنسبة الرافق الرافق الباقين تأخروا عنه شوي بقت أحمد أبو ريشي لحد أي تاريخ ضل بالساحات لحد ما ما يعني إنشالت الساحات مواني ورا ما طلعت إنشالت الساحات للقوة طعا هام كان القرار غلط طعا شا أنت أدفع بي ما قبله إنشالت الساحات بالقوة استغلت بس شنو كانت داعش من نظمة حالها نوعا ما بالخيام أكو ثلاثة ثلاث خيام خيمة فلانية وخيمة الفلانية وخيمة الفانية وانش تعرفون مش عايفين لكن أعرف بهم تجيني بالتقارير من هذا النبس لا أعرف بهم إذا هاي التقارير كنت فعها للحكومة هي نسخة اللي هي كانت تجين كان الأبو الأمن نسخة مؤشرة إليك نسخة ناقشت فيها تروح للأمن ناقشت بها أكثر واحد فعال كان بهذا الموضوع هو مدير الأمن الوطني بالأمار من هو بعدها موجود بعدها ما زال بالوظيفة كان يكتب للأمن الوطني وينطين النسخة مؤان مؤليا طب أنت ما حذرت المجام ما حذرت ما سمعك ما حذرت أكو أكو فوضى وأكو عدم اهتمام وأكو عدم ثقة ضاع الصعيق المتشرف أنا واحدة من المرات أجوا يمي مجموعة من استدعاية مجموعة من اللي واقفين بالساحة الشباب اللي اللي أرى بهم خيرا اللي أعتقد هذولة هم مطالعين من أجل المطالب قلت لهم مش قد عندكم مطالب قالوا عندنا يمكن 13 أذكروا بقتها أو 18 أو 14 ما أذكر الرقم فدرقهم خلي نقول 18 قالوا عندنا هل قد مطالب قلت لهم زي اطلعوا بالساحة بالبيان وقولوا إحنا نخول محافظة الأنبار يجيب لنا هاي المطالب وانطوني شهر سووا علان هالشكل أنا رح أطلع ببيان أقول قبلت التحدي وأنا وراء خلال شهر لو أجيبهن لو أستقيل وقعدوا إياكم لما كانوا يلحون أنتعال بس قفوا إيانا بس أخذ صورة قلت لهم أجيوا إياكم كلفوني بالأول كلفوني يجيب كمفاوض قولوا نخول محافظة الأنبار يجيب لنا ياها ما يجيبها يجيوا إيانا وقبل قالوا وانا خوشحة قلت لهم زي راح أرضوها السيئين اللي موجودين بالاعتصامات قالوا ما راح يتقوى راح ينطهيها المالكي طب واذا ينطهيها المالكي انت جاي المطالب غيرت يجونهين وقلت لهم موهيش قلت لهم انتم موت يجون أربعطعاش أجيب لكم خمسة عشر أحط واحدة من عندي غافية يعني يعني كل المطالب تحقق الأربعطعاش كل هنزاد وحدة إلي يا نطلب خاص أضيفوا إياكم وبتالي ما خلوهم ليش لأن كانت أكون أجندة جاهم أمر قالوا لهم ليباركم تنطون للمحافظ لهم راح يحقق وراح يقوى وأنت بعيد عن هذه الدول أنا بعيد وبعيد عن التنظيم طبعا ليش تتهمت بقضية شاكر وهي شلون ليش تتهمت هو هذا المبدل بقضية شاكر وهي مثلا هو فهد داوين طبعا هم يقول أقعدهم مثل يقول داويني أكو مثل ما أقدر أقوله بالإعلام مخجل شوي هم لأنه هم غاطصين بالإرهاب لازم يلقون علي وسيلة إرهاب واني نقطة الوحيدة واني شباعة شباعة انفجار أكثر واحد بالإراق صرف انتحاري ستة بعد شتريت شقدت وصر فش يسوي حبد الله على سلامتك وستة انتحاري وثانيا أنا عندي ثار ريالإرهاب لأنه قتلوني بالمرة الأولى قتلت بالمرة الثانية والخمسة اللي بقى الوراها كان نختص السيارة بس السيارة مصفحة نجاوص وطلع بس أول واحدة ميت ثاني لهم والأمريكان انقذوني فشلون أنا أمديدوا يا الأرهاب فلازم يسوني أرهابي أنا سويت منظومة إدارية نظيفة نزيهة مئة بالمئة مئة بالمئة أستطيع أن أقول لازم أطلع أرهابي لأطلع فاسد يعني حلين لأنهم فاسدين لازم أن أطلع فاسد لا أطلع بالأرهاب فبركة فقاموا ما يجيبون ناس أسك واحد مهيف جابوه حطوه هسه هو مصدق روحه متصدر بالأنبار ولابس رباطة هو مثل الشيطان شغلته بس يطلع عليه ملفات صار لي شقدت صار لي طال عني المحافظة من 2014 من 2013 صار عشر سنين عشر سنين وليه هسه هو بس يطلع ملفات إجيب بعدك أحمد خلف شنو اللي صار هنا شنو السيناريو المتحول اللي صار بالمحافظة أحمد خلف هو إجي أحمد خلف ما سطع عني قل أقول يعني ما أزيد علي أكثر سوى الله يشافي عنده مشكلة ما سطع أن يحافظ على الزخم نقاد لمن موجود و مش هو يقوده ما يقوده مو قيادي لا مو قيادي للمحافظة ما استطاع عني يصير ومحافظة في مستوى تحدي كانت محافظة مهددة والدواعش على الأبواب وأكو مؤامرة دولية كم من الجيل المتقدم اليوم بقيادة المكون أو المحافظة الأنبار هو من قاد أو ساهم أو ساعد بشكل أو بآخر بالتعاون مع تنظيم داعش أو القاعدة موجود اليوم بالمشهد حاضر بالمشهد نعم موجودين الآن كيف نقدر نقول عددهم بالنسبة اللي أذكرهم خمسة ستة موجودين اليوم لهم دورهم متصدرين مو لهم دورهم متصدرين واللي كان ينقل واللي كان يقول متصدرين مواقع مخيفة زين الوجبة اللي إجت قادة المحافظة تلقى ما ضربوا بالتحرير شون لقوا هالمقبولية بداخل المحافظة ياهم اللي متصدين المشهد اليوم ماسكين زمام المحافظة أغلبياتهم ضربة طلقة ما ضربوا بإستحاد تحرير ولا قاوموا شون اللقوا المقبولية إذن والقبول والسيطرة والهيمن كانت غفلة غفلة من الزمن يعني هم هسا من يقولون علينا إحنا تحالف الأنبار إرهابيين وإحنا نص اللي واقفين على المنصة هم مقاتلين بدهم مو يقودون ولا يوجهون هم قاتلوا بالدقب حرروا بشوخ شعر والسامي والسياسيين قاتلوا بيدهم بإيدة عوادد جغيفي عبدالوهاب بيلة وآخرين دولة بيدة مو أحد مو قاد يعني مو قدموا شهداء معوائلهم فايتر هو بيدة إزين شون دولة شون دولة لقوا موطئ القدم لهم شلون شون لقوا موطئ قدم لهم يهيمنون على المحافظة ويسيطرون بهذه الطريقة عملية تضليل وتسويف وضحك عذقون ولكن الضحك الآن انكشف هو ضحك 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 انكشف بتحالفاتكم الجديدة لو انكشف لأنه لازم ينكشف لا الله من الله من الله انكشف لو مغادرة الكاظم هي اللي بلشت تكشف ساهمت جدا مغادرة الكاظم ساهمت كثيرا بس هي كلها ترتيب إلهي يعني احنا اشتغلنا وسرعنا يمكن وساعدنا بس أقول الشياء هالفضل مهمة الفضل لترتيب إله وهي هاي طبيعة الأشياء الغلط لا يدوم لا يصح إلا صحيح زي فبدأت عمليات مثلا هسا بدأت تطلع تطلع ريحة الملفات الفساد الكبرى منها دائرة التقاعد وعقارات الأموال والشهداء والأراضي وحبع الجراء شرح يطلع بعد كتوقعك شنو بعد أكو ملفات عشرات عشرات ستصل ريحتها للصومان السيد المحافظ الحالي هو من مسؤول عنها أكيد هو مسؤول طبعا لأنه يقول شيء من تحت إيده المحافظ هو المسؤول ولكن في الحقيقة هو يعني هو مسؤول أمام القانون أمام القانون كله هو مسؤول عنهم بس تقولين هو المذنب بالنسبة إلي لا هو دفع دفع للكثير من أدهب دفع الكثير منهم بس هو مساهم أم غير مساهم بالنتيجة رأي يكون هو المسؤول قبض لو ما قبض أنا مشفيت ولا ذاهيت على الحاج اللي نسمعه أكيد قبض لكن هذا ما أقدر أنا قرره هي بغض نصيحة للسيد المحافظ يعني يمكن أولاده اللي ليثبتون ما يتم الحاجة بإفراط لتصرف حكذا بالأغنى وحق الرد مكفول إليك سيد المحافظ فهنانا يقولون هو مساهم من قاموا الناس يشوف هاي المواد وتصور بهذه الفيديوهات يقولون إذا المساهم أكو أموال اللي تنصرف يومية بدون وجه أقل هاي مفلسة للأمبار ستعر راح أحشي لي واقع عصارت بي جون قبل كم يوم ناس قالوا لي فلان مدير بالمحافظة فاسل ما يمشي السلفة إلا ياخذ هالقد هذا اشتغل وياي قلت لهم يا جماعة الخير هذا اشتغل وياي ربع سنين أنا ما شاهدت عليها الشعر الشعر معكم يعني ما شاهدت على الصلاة المستقيم إذا صدق تقولون إذا حتشيكم صحيح هذا فاسد فالمشكلة موبين المشكلة بمن فوقه هو المحافظ منه فوق رئيس وزراء هو على هرب هو المفروض بس هو ما ماخذ دوره يعني هسنت كنت محافظ كنت تنتظر الجهة لجابتك لو تنتظر رئيس وزراء أنا غير شكل أنا رئيس وزراء ما يشكمني إذن فعليه المحافظ هو رئيس الهرب ما أنا قلت لك رسميا أي فساد يكشف بالمحافظة مسؤول عنها مضبوض المحافظ رسميا وقانونا هو المسؤول هو المسؤول الأول بالمحافظة ولكن واقع الحال بالنسبة للمحافظنا موهيج محافظنا دين قاد محافظنا أكو من يقوده هو خايف من أنه يكرر سيناريا عمار جبروية بمجرد أنه ما يكشف أو ينسح تنقلب الطاولة عليه مثل ما صار يا محافظ صلاح الدين عندما انقلبه على أبو مازن نعم هذا لي خوفه أنا أتوقع أنه هو رح يشيل كل الليالة كل الليالة لأنه رسميا هو هيج هي الأوراق تقول هيج يعني أنت تعرفين القاضي ما يحكم بالقناة يحكم بالأوراق بالأوراق بالموجود أمام بالأوراق رح تقرأ كلهن هو أسه هو رح يقول مو أنا قال لي ما قتلي قتلك هذا ما تفيد أنا أتوقع ما هو ممضي من عنده وما هو مسؤول عليه لا هو ممضي وهو القانون يقول هيج هو مسؤول يتعي حديث الدكتور رافع عن المشاريع اللي نفذت بعهدكم وبين الستة وشوية تريليون اللي انسحبت بالمالية وبين المنافع أفوان المشاريع المنفذة من الأين عن شاس ما هذا الصندوق الـ UNDB الـ UNDB الـ UNDB وصندوق الإعمار إذن الأموال اللي كانت تصرف على المشاريع وينها أنا أستغرب طبعا هذا الرقم وين راحت أنا مشان عندي هذا الرقم الـ 6 تريليون هو معتبال على ديوان الرقابة المالية سيد دكتور رافع لأن أقول أنا بالأربع سنوات الأربع سنوات اللي أنا خلصتها بالمحافظة كل اللي قبضنا تريليون واحد وسبعة بالعشرة تريليون 1.7 واحد وسبعة بالعشرة حين من 2014 يعني؟ من 2009 إلى 2014 مجموحا واحد وسبعة بالعشرة تريليون إذا 6 تريليون أنت ما بحثت من 2014 من وقل صهيب لسيد الحلووسي وصوله لسيد فرحان ما سألت الحقيقة أنا ما متحودة أباوة على مكان أنا غادر ولكن على هاي البيانات اللي هما مستلمين 6 تريليون أربع مرات في قد ما أنا مستلمة وهما نفذوا عشرة بالمئة ما نفذتهم في الحقيقة دوب ما أبوة تفضل أدهم شغلتين شغلت إعادة الإعمار لهم هذه بسرعة يعني الوقت ومكان ما كانت هذا إلهم؟ هاي إلهم إنجاز إلهم للمحافظ حتى لو 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 أن دي بي اشتغلت بس هما داروه داروه أفضل من الباقي المحافظة أفضل من الموصل وأفضل من صلاح الدين هسا أنا أكون منصف بالكلام ممثلهم زين هاي وحدة بس هذا يحتسب للمحافظة الحالي أم أرجع لسيد الحلقوسي وأرجع لسيد صهيب إيه من صهيب صعودة زين مطار الأنبار وين خلينا أكمل الشيء أكمل والنقطة الثانية اللي إلهم هي عملية التشجير طبعا مو هسا أنت تقولين بسيطة أنا مو بسيطة لأنني حاولت عليها وما قدرت أنا بعثت وفد قبل كم يوم ظلت أسأل منه لا يسويها عملية بها ذوق كبير بعثت وفد إلى الشارقة إلى الإمارات حتى يشوفوا لشنون يشجرون قالوا لي مدير البلدية الحالي بالنمادي واحد كان بالوفد ونقل الصورة ذاك الوقت فنجح بيها وقالي كل ما روح تعجبني كل ما روح إلى الأنبار مطار الأنبار مطار الأنبار كذبة كبيرة أريد بها خداع الناس أنا اتصل بي سيد المحافظ شخصيا وأذكرك بي سيد علي اتصلت علي باتصال هاتفي لأن تم الحديث عننا عن موضوع أنه شيء وهمي وأنت جاي بخريطة من القوغل المطلحة لمطار ما عرفه بأي دولة اتصلت علي قلت لي الأسبوع القادم سينفذ حتى أني صدمني قلت لك مطار وينفذ خلال الأسبوع قلت لي نعم هذا الحد شيء من ثلاث سنوات سيد المحافظ العالي لا مونت من سنتين أو ثلاث سنوات خلي أحكي لك قصة المهم فشنو قصة المطار عندي وقت حتيها أي عدنا عدنا خمس دقائق قلتني منشة محافظ أرض على تسوي المطار كنت أنا شخصيا متبني الموقع اللي هو الآن اللي بيه لسبب عندي أنه هريد أحيي المنطقة اجت لي لجنة سويت لجنة واحد من عدها لا زال بالأمبار من عدنا من المحافظة كان مدير ناحية الحبانية واحد من الخطوط الجوية واحد من الطائرات المدنية راحوا درسوا الموضوع رجعوا لي ورا فترة قالوا هذا المطار ما يشتغل ليش بالموقع هذا لازم بالحبانية بالقاعدة ليش قالوا المطار لازم حتى يشتغل إرادة هلقت بليون هذا المكان راح يشتغل على الغربية ونص الرمادي نص الرمادي والفلوجة تروح البغداد من يصير بالحبانية الثلاثة وبالحبانية إرادة سبع سنوات يعني ويا النمو والسكان فقلت خلص بالحبانية ورحت ظلت ألح ألح وخلت موافقة رئيس الوزراء المالكي آخرية حتى تسوي بالحبانية قالوا لي أنت مصر على هذا الموقع اللي موجود قلت لهم لا ما إذا ما يشتغل ما مصر يعني غلط بطلت عندي هدف ما يصير مهم ما يشتغل وتركته أجنب وراء هذا تجعوه نفس المكان هي الخارطة حقيقية اللي أظهرها سيد المحضر مصح ما يشتغل هذا 42 سنة اللي يشتغل ليش حيث عخذ إعلان ومجال تايبيعون أراضي تايبيعون من الناس هذا اللي صح طلعا كشفتها سيئة بيّنت القصة بيّنت بالقانون طبعا اللي بيّنت بالقانون تزوير واللي بيّنت قطعة بايعيها على أكثر من واحد ما شرح يبين بعد ما شرح يبين بعد أشكال والله العظيم اللي موجود عسا قبل كم يوم جابوا لي معلومات فندق فندق الأنبار اللي هو من أحسن المشاريع اللي حطينا أسسها فندق تحفة مدخلين داخل الفندق استثمارات هذا مالت حمام تركي وهذا قهوة مالطاولي وهذا مدري شنو داخل الفندق منطين مساحات هو الفندق الفنكشن مالت فندق حتى هذا الزين هم خربوه اللي يقولون عمار كم منه اللي سويناه وخططناه وانطيناه وحنناه مقاولة بشن الأسلحة الممكن تحاربون بها سيد قاسم أولها الفبركة فبركة فبركة يا سرح يطلعون فبركة واضحة أنتم شوق أشائر المحافظة ولكم ثقلكم فأبناء مو يمش طلعوا إرهابيين قاعدين ببيتي صحيح فلهذا أنا أقول لك كثير الاتهامات رح تجيب بس بالنهاية أنتم مجتمع أشائر مجتمع ناس تعرف ناس التغامل الجديدة الممكن تنساق لكم شنو هي غير الإرهاب غير الإرهاب ونفسنا ماعدهم ماعدهم مو هاي المجرى شمالتهم ذول إرهابيين وذول ساحة قاسم الفهداوي صعب مع احترامي وقت الزازي بجنابك لكن لازم أسألك هذا السؤال صعب يلقون ورقبت قاسم الفهداوي الدينة بالفساد صعب أبدا ما يلقون لو يموتون لو يظلون يبحثون وانا نصحهم جوزوا لقلكم غير شغلة دوزوا لكم انتحاري سولكم كذا أحسن أسرع وانا دزم عليه بكتها مش مختلف دزم عليه ستة انتحاري خلي سلوه سبعة سبعة طالب أسرع وأحسن لأنهم ما يلقون بخيرتها بسين مو بخيرت فصعب متوقعين اكو تغيير رح يصير بالمحافظة بهذا التحالفكم متأملين انه فعليا هاي مؤتمراتكم مؤتمراتكم رح تغير رح تقنع الشارع رح تفهم الشارع ما يحدث بداخل المحافظة وبسياسة المحافظة مو رح تقنع اقنعت الان اقنعت يعني صار فعل ماضي الان عدد انا قم تنهزة من الرمادي من كثرة الناس رجعت مثل قبل رجعت مثل قبل الناس كلها مقتنع رافع العساوي اش قد تغير بقدومه اش قد تغير من الواقع السياسي شخصية عنده جمهور عنده ناس عنده عشيرة لا تأثير كبير تأثير الخارجي ايضا كبير ليس بالهيئ احنا ما معاولين على التأثير الخارج لا انا هذا يجرني للسؤال ولو انا عبرت وقت البرنامج عندهم نشرة اخبار لكن اسمحوا لي بالدقائق هنا انا يربط انه عندكم شخص اليوم مهيمنين مسيطرين على المحافظة ادهم ارتباطات بدول الخارج هذه ممكن تمنع ازاحتهم ارتباطات سلبية بس انا اقول تمنع ازاحتهم انا متطمن حتى الارتباطات الخارجية ستسقط لسبب لانها مبنية على كذب حتى الدول قالنا بديانا نسمع منا ومن نا ان dimensions انه بدا يكتشفون كذب وكلها مبني على كذب هذا يقول ث pouchاتة على فلاني يقولur ث avoir explica على ذاك وهذاアيقام mines singing العامل او الاطار التنسيقي احي سمح لكم التجبيب اياطار تنسيقي احنا ما الاطار التنسيقي او هو الاطار التنسيقي وي خصم اي ايه هذا دهك سرت الداعالتدوله هما سووا شراكه ويا إيران هم شراكة مو إحنا ويا هولندا هم شراكة مو إحنا إحنا ناس بدوا قاعدين بقاعنا ما عدنا أحد بس ربعنا هذا الحشي مالتهم كل كلوات وتربيد وإذا ما سقط اليوم سقط باشك طيب عدكم نية لتغيير رئاسة البرلمان له هاي بطلة موجودة هذا هدفنا الأول وسنعمل عليه اليوم وبكرة وبعد بكرة ما دامنا بالحياة يعني ما تكمل الدورة البرلمانية بوجود السيد الحرم كل ما يطيح بيدنا أول الناس الذين سيدفعون لهذا الموضوع هو إحنا دا تشتغلون عليه لو سوف تعملون عليه عملنا ونعمل وسنعمل باستطاعتكم سنحاول أن نبذل جهد الذي نستطيع عليه بكل ما أتينا من قوة لأنه وصلها إلى طفح السيل الزبا يعني ما خلّى شيء ما خلّى موبقة بحقنا ما سواه طيب بمغادرة لرئاسة البرلمان تنتهي القوة السياسية فقاعة وتنفجر فقط أبدا شكرا جزيلا لك سيد قاسم فداوي عندي بعد حديث هوايو يا جنابك بس وقت البرنامج انتهى بشكل كامل أشكرك جزيلا شكر كان مفوض بتفاصيل أكثر وبحيثيات أكثر نحن ممكن نكون أسابيع جاي كلها رح تكون ملفاتنا محافظة الأنبار والمحافظات الستة المحررة من تنظيم داعش على مدنستعيد هذا الصندوق الأسود الذي يحاولون لكثيرين أغلاق وإبعاد عن المشهد أشكرك جزيلا شكرا سيد قاسم مشاهدين نلتقيكم إن شاء الله يوم الأحد مع السلامة اشتركوا في القناة